السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين قناتي يارب ما كنت اتاخرت عليكم كتير بعد الزر لكم ولكن طبعا احنا الجو حر فبجد بكسل اعمل فيديوهات في الجو ده فان شاء الله يعني بس الجو يزبط وعمل لكم سلسلة التحديات الخمسين ووصفا نكملها مع بعض النهاردة تحدي رقم 12 وهنعمل مخمرية كريمية سائلة المخمرية دي تنفع للشعر تنفع للجسم كله تنفع للبشرة بجد تحفة جدا كل الحاجات اللي احنا حطناها فيها بجد فيها فوائد رهيبة للبشرة هنزلكوا كل الفوائد في صندوق الوصف ولكن قبل ما نبدأ اتمنى انتم دايما تشجعوني تشجعوا قناتي لان بجد 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 انا اصلا يعني محبطة من القناة ومن المشاهدات فيعني اللي بيخليني اقوم كده اعمل فيديو تشجيعكم ليا فما تنسوش اللايك وكومنت والشير للفيديو عندكم لان ده بجدها يفرق مع القناة ولأول مرة تشوفوا قناتي ما تطلعوش الا وانتو عاملين سبسكرايب فعلوا القرص عشان يسلكم كل جديد النهاردة مخمرية بجد حلوة قوي للبشرة والجسم بريحة حلوة قوي نقدر نستخدم مكهات للريحة او عطور زيتية او زيوت عطرية تعالوا بقى نشوف المكونات بتاعتنا النهاردة وهكتبها لكم في صندوق الوصف اول حاجة معي خمسة وستين جرام ماء بعد كده بحطوه في بكر علشان انا بخدوهم على نار هدية جدا بعد كده عندي سبع جرام اي واكس الاي واكس ده الشمع المستحلى بالخاص بعمل كريمات البشرة بيبقى خاص بتصنيع الكريمات لما بنشتري اسمه اي واكس خاص بتصنيع الكريمات نحطوهم على بعض نخدوهم على نار هدية جدا لحد ما يدوب تماما زي ما انتو شايفين ده الميا والاي واكس بس دابوا مع بعض كده تماما نبدأ ننزل بالمكون اللي بعد كده اهو في التحدي كان مفروض بنحط 15 جرام زيت لوز حلو لكن انا استبدلت زيت اللوز الحلو النهاردة بزيت قرع عسل هنزل لكم الفوايد بتاعته لان بجد فوايد رهيبة جدا للبشرة طبعا انتو اي زيت مفيد للبشرة هتحطوه تمام يبقى عندنا 15 جرام زيت لوز حلو او زيت قرع عسل او اي زيت في فايدة للبشرة طبعا في الوصفة فيها جرام فيتامين اي ولكن انا مش لقيته موجود عندي فما حطتهش لكن احنا منقدر نجيب كابسولات من الصيدلية وناخد كابسولة كده على الخليط بتاعنا طبعا نقلب 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 لان كل ما الخليط ما بيبرد كل ما بيتقل وبيدينا القوام الكريمي احنا نهاردة مش عاوزين القوام الكريمي التقيل لا احنا عاوزين قوام كريمي سائل شوية لان احنا عاوزين نعمل مخمرية كده سائلة نفردها على البشرة او على الجسم بسهولة بعد كده عندي تقريبا اثنين معلقة صغيرة عيت ريزيتي انا استخدمت ناكهة توتي فروتي دي ناكهة غذائية ولكن ريحة بتاعتها تحفة جدا ممكن بدل الاثنين معلقة صغيرة دي انا وزنتهم طلعوا معي خمسة جرام تمام يبقى خمسة جرام عطر سواء بقى عطر زيتي عندك او عندك عطر بيرفيوم خام بدون كحول او النكهات اللي بنجيبها بتاعت الغذائية الفانيليا الفراولة الحاجات دي كلها انا استخدمت توتي فروتي طبعا بعد ما نقلب ويبرد شوية نبدأ نحط اخر حاجة انا بستخدم مادة حافظة في نوكسي ايثانول بحط جرام واحد فقط ده علشان يعمل عمر المنتج وما يبصش معي ولو قاعد معي ممكن يقعد سنة ما يحصلوش اي حاجة طبعا اهم حاجة في الخطوة دي نقلب كويس جدا بصوا القوام ما شاء الله جميل جدا وحلو ازاي تحفاء واللون ده على فكرة من زيت قرع العسل لو مش حطينه اللون هيبقى فاتح خالص ولكن اللون ده علشان زيت قرع العسل دي الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة وجميلة جدا المكونات بالمقادير بالزبط هتكتب في صندوق الوصف الفوية بتاعت زيت قرع العسل هتكتب في صندوق الوصف طبعا تابعوا قناتي تابعوا الفيديوهات تابعوا سلسلة تحديات الخمسين وصفة احنا لحد الوقتي النهاردة كده يبقى 12 وصفة موجودة في تحدي الخمسين لحد ما نكمل ان شاء الله على خير باقي الوصفات ونبدأ نعمل حاجات تانية ااااا عاوزا احمسكم كده عشان تستنوني على القناة الوصفة رقم 13 او تحدي رقم 13 هيكون طريقة عمل مصق قناع اللي هو البيل اف اللي بنحطه عالبشرة ينشف بعدى كده بنشده يطلع قناع كده ويشيل كل الحاجات الزيادة في البشرة فده هيكون تحدي رقم 13 لو حابين تشوفوه بسرعة يريت الفيديو ده تعملوله شير كتير جدا 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 عندكم لايكات كتير جدا كده مشاهدات لاني هشوف المشاهدات والتفاعل عليه لقيته حلو هنزل بسرعة بالتحدي رقم 13 وهو طريقتي عمل موسك قناع بيل اوف ومش هتلاقوه موجود على قنوات على اليوتيوب على فكرة لان انا الحاجات دي كنت وغدية كورس عند الناس محترفين جايبه لكم بصوا التكات الحلوة وغير كده في وصفات كتير جدا جايبه لكم بجد سهلة وسريعة مش هتلاقوه في اي قنوات تانية انا ببسط المعلومة ببسط الخامات ما باقتش الدنيا نحط مكونات كتير جدا طب ليه احنا عاوزين لو نعمل مشروع عاوزين نبيع الحاجة جودتها عالية تكلفتها قليلة ولو استخدمناها لنفسنا وعملنا اكتفاق ذاتي يبقى هنفيد بشريتنا في نفس الوقت ما بنكلفش زي المنتجات اللي برا طب احنا لو هنعمل حاجة تكلفتها اعلى من الحاجات اللي بنشتريها هيبقى نعملها ليه ما نشتري احسن لا احنا بنعمل حاجات اوفر الجودة اعلى الفوائد اللي في المنتج اللي احنا بنعمله حلوة قوي البشر بصوا بقى البشر بتمتصوا بسهولة جدا جميل جدا ما بيعلمش ولا بيعمل اي حاجة بجد رؤع وريحة مش قادر اقول لكم انتو تقدروا تحطوا ريحة اللي انتو حبينها اصلا في روايح كتير جدا تقدروا تحطوها روايح او العطور الخام اللي هي بنوم بيرفين بيجيبوها من شرع جامعة الاحمر في العتبة المحلات اللي بيبيع العطور تقدروا تجيبوا العطور خام بتشتروا الكمية اللي انتو حبينها انا حطيتها النهاردة في بوابن بكده علشان يبقى سهل ان انا استخدمها طبعا انا هاستخدموا الشعري واليدي برضو والجسمي عموما يارب تجربوها وتقولوا لي رأيكم تنسوش اللايك و كومنت و الشير متنسوش سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان نصركم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته